بحيرة الحبانية بحيرة خزنية للاستفادة من الخزين أثناء فترات الشحة والصيهود ليست بحيرة سياحية ولكن أثناء ارتفاع مناسب بحيرة الحبانية يتم الاستفادة منها واستفادة من البيلاج كموقع سياحي حيث أن بحيرة الحبانية يتم تغذيتها من نهر الفرات عبر قناة الورر أثناء موسم الفيضان والطاقة الخزنية لبحيرة الحبانية ليس بالمستوى العالي طاقة متوسطة للخزن ويتم الاستفادة من المياه وتعبيرها وتغذية نهر الفرات بطاقات مائية إلى نهر الفرات عبر قناة سن الذبان التي تقع في منطقة الخالدية شمال مدينة الفلوجة بمسافة 16 كيلومتر أستاذ رائد سولف لي اليوم واقع الحبانية اليوم تتزود نهر الفرات باطلاقات مائية أو لا؟ بحيرة الحبانية تم التوقف والاستفادة من المياه الموجودة فيها حيث انخفضت المناسب إلى مناسب يعني لا يمكن الاستفادة من هذه المياه هذه مياه راكدة ومياه قليلة المتبقي من الحبانية مياه راكدة مياه قليلة راكدة لا يمكن الاستفادة منها ولكن احنا مقبلين حاليا ان شاء الله على موسم شتوي وحسب الانواع الجوية والارصاد الجوية موسم شتوي رطب ان شاء الله ان شاء الله جتنا ارادات عالية على نهر الفرات يتم تغذيتها وملأها ان شاء الله والاستفادة منها كمياه لتغذية نهر الفرات واستفادة منها كموقع سياح استاذ رائد من اي فترة خرجت الحبانية عن العمل عن تزويد نهر الفرات باطلاقات مائية والله تم الخروج بفترة ليس ببعيدة يعني قلت الاطلاقات حيان ان نهر الفرات تتم تغذيته من بحيرة الثرثار وبحيرة الحبانية واسد حديثة وتتم المناورة بالاطلاقات يعني قسم من بحيرة الحبانية واسد حديثة وقسم من الثرثار وحاليا مثل ما شو بحيرة الحبانية خرجت عن الخدمة لأن مناسبها قليلة يعني مناسبها قليلة ما ممكن الاستفادة من هذه المياه وحبث ما تعرف احنا العراق يمر بالسنة الرابعة بالشحة المائية صحيح سنة الرابعة يعني اربع سنوات متتالية نستخدم الخزين المتاح بالبحيرات عكس السنين السابقة يعني سنة جفاف وسنة رطبة يتم بالسنة الرطبة ملء البحيرات والاستفادة منها بسنين الجفاف ولكن احنا اربع سنوات مستمرة يتم استخدام المياه الموجود في البحيرات وخصوصا بحيرة الحبانية جاءت تحتاج منسوب مياه الحبانية جاءت تحتاج منسوب مياه حتى تعود مرة اخرى للعمل والله المناسب تعرف انت يعني احنا هسا نعمل انه تجيني اطلاقات ونعززها ان شاء الله من عبر قناة الورار وتتعزز ان شاء الله بفترة مو مو يعني مو طويلة اذا جتنا اطلاقات يعني فترة سبع تيام ثمانة تيام عشر تيام خمسطعش يوم ترجع الحبانية على وضعها الاول لكن الوضع ان شاء الله نعمل كل العراقي نعملون انه تنتي هذه الازمة لكن الوضع الحالي الحبانية خارج الخدمة تماماً حالياً احنا مثل ما تعرف احنا